هنبلش السينثيسس اف براميدين اللي هما بنختصرهم زي ما حكت للكم بالكتر هلا شوي هاي الطريقة اللي هحكي لكم اياها مفصلة بس احنا مش مطالبين فيها كلها بالامتحان بس انه انا بدي افهمكم اياها بطريقة مفصلة عساس انه تكون الطريقة عندكم مفهومة طيب هس اول شي بنحتاجه لحتى نصنع السيتوسين او اليورسيل او ما هي اسمه كربامويل فوسفيت لو نتذكر هذا المركب ونسمعنا فيه اسمعنا فيه في اليوريا ساكل حتى يتصنع هذا الكربامويل فوسفيت بنحتاج لوجود سي او تو بنحتاج الامينو اسد اللي هو الغلوتامين و بنحتاج كمان الاتب فهدول التلاتة بيتحتوا مع بعض علشان يعطوني المركب اللي انا بحكي لكم عنه اللي هو الكربامويل كربامويل فوسفيت طيب الكربامويل فوسفيت نتج بهاي العملية عن طريق اتحادهم الثلاثة مع بعض فيه عندنا الانزيم اللي صنعه او الانزيم اللي ساعد فيه التفاعل اسمه الكربامويل سينثيتيز 2 حكيت لكم اسمنا فيه في اليوريا ساكل و اسم الانزيم اللي كان مسؤول عنه كربامويل سينثيتيز 1 فتينين نستخدمها هون اللي هي في السينثيز بينما الواحد نستخدمها في اليوريا ساكل و حكينا عنه زمان المهم هذا الكربامويل فوسفيت بيجي عندنا الاسبوريتيت بيتحد معه بيعطونا مركب اسمه كربامويل مويل اسبوريتيت هلا هذا الاتحاد اعطانا الكربامويل اسبوريتيت طيب هسا اللي راح احكيلكم عنهم الخطوات اللي جاية شوي مش مهمة لما نوصل للاشياء المهمة المهم الكربامويل اسبوريتيت هاد ايش بيصرفي بيصرفي واسط انزيم اسمه داي هايدرو اوروتيت بننزع منه عفوان اتش تو او تمام بيعطينا ايش اسمه الداي هايدرو هايدرو اورو تيت الداي هايدرو اوروتيت مش واضحة خلينا ازبط لكم ايها ايها هلا الكربامويل اسبوريتيت صار له بوص انزيم معين انها تجعلنا ايش اسمه داي هايدرو اورو تيت هلا هذا المركب بيصير له عملية بوص انزيم اسمه داي هايدرو اوروتيت داي هايدرو جينيس المهم بيعطينا ايش اسمه اوروتيت هذا الاشي اللي بهمنا بكل هاي خطوات اذا اللي لازم نعرفه من كلها يستزل حقياتها عنها بالنسبة للانتحان انه تكون عنا ايش اسمه الكربامويل فوسفيت وعرفنا كيف يتكون من سيوتو وغلوتامين وياتيبي هاي الاشياء مش مهمة لحد ما نصل لعند الاوروتيك اسد طيب ها الاوروتيك اسد هاد ايش من استفيد منه بتيجي عنا ال بي ار بي بي اللي حكينا عنها اللي اجتنا من الفنتوس فوسفيت باثوي هدول التلين بيتحدو مع بعض عشان يعطوني ايش اسمه الو ام بي تمام ومن ها زي ما بيحكوها بتدى المشور الو ام بي هي اللي تبلش تعطينا السايتوسين او او ثايمين او اليوراصيل كيف هاذا الو ام بي بتصير لها عملية مننزع منها سي او تو وبما اننا عملنا عملية منذا او علي ياقر بي فراح يكون اسم النظيم ديكاربوكسيليز انصونا من اسم الانزيم المهم لما عملنا لها ديكاربوكسيليشن شو طالع عندنا طالع عندنا ال عم البيam Blue تمام هلا البيام بي اللي هو اليوراسيل منافوسفوفيت بصير له عملية فسفرة وعلشان يعطيني ال يو دي بي تمام واليو دي بي برضه بصير له عملية فسفرة علشان يعطيني اليو تي بي هلا هيك كولنا اول هيك بنكون كولنا اول يو كريتايت بدنا يعليه اليوراسل فوسفيت تمام تمام اذا كيف العملية صارت هي هون ستكون اليوراسل موجود في الدي انا لهم انا بكون كونت النيكلوتايد اللي بدي ايالي هو اليورس المونوفوسفات وهيك بكون مثلا انا صنعت الدي انا لكن انا بدي اصنع ارن افوا ارنيا تمام لكن حتى تتصنع عنا الارنيا تحتاج ان السكر اللي يكون فيها ايه عفوا النيكلوتايد اللي يكون فيها انه يكون ثلاث الفوسفاد فمنصير له عملية فسفرة هنا نحتاج لاتب وهون كمان اي تي بي عشان تعطينا اليو تي بي وايك بيكون جاهز اذا نجهزنا اول شي اللي هو اليورسل تمام طيب هسه احنا حكينا انه البرميدين عندنا قط جهزنا اليورسل ضل عندنا نجهز الثايمين والسايتوسين هلا السايتوسين خطوة بسيطة كل الخطوات اللي حكينا عنهم مش وصلنا اليو تي بي بصير في عندنا اليو تي بي بتعطينا السي تي بي بتعطينا السايتوسين ترايفوسفيت كيف انه بيدخل بهذا التفاعل اي تي بي اي تي بي وبيدخل عندنا الكلوتامين الكلوتامين اذا كونا اليو تي بي عطينا اليو تي بي وعطينا جلوتامين صار في عندنا سي تي بي هاي الثاني شغلة كوناها الي هي السايتوسين تمام فنحفظ منيه يعني هسه كونا بالخطوات هاي اللي حكينا عنهم كل هدول الخطوات كونا لعند صار في عندنا اليو تي بي اليو تي بي بتفاعل باستخدام انزيم عطينا السي تي بي طيب شو ضل عنا ضل عنا الثايمين الثايمين من اه من جيبه هلا بهاي الخطوة احنا بنا نوقف هون اليو دي بي اذا حكينا عن الخطوات كاملة وصلنا عند اليو دي بي عفوا وبنا نحكي عن اه تصنيع الثايمين اذا ننسى سا شوية السايتوسين وننسى شوية اليوراسيل اذا هاي الخطوات مهم انه نعرفها هون مش مهمات يعني هدول بس عشان نفهم لعند الاوروتيك اسد واللي بعد بسرر هي عنا مهم فخليني امسحهم شوي لحتى انبين الثايمين كيف تتكون سو حكينا انه لما نوصل لعند بعد هاي كل الخطوات حكينا عنهم لحد ما نوصل لعند اش اسمه اليو دي بي اليوراسين داي فوسفي ايش رح يصير فيه هاد رح يصير له عملية ريداكشن تمام بوسط نزيم اسمه الريدكتيز رح نحتاج لهاي الخطوة وجود الناد بي اه ناد بي اتش علشان تعطينا ناد بلس بصير الهاكسدي وبصير انا اختزال لليو دي بي ايش بصير في عنا اسمه دي يو دي بي تمام اليه اوكسي يوردين داي فوسفيت اذا نصار لعملية اكسدي اه عفوا اه اختزال لما نصار في عنا عملية ريداكشن لليو دي بي اعطتنا دي يو دي بي هلا الدي يو دي بي هاد ايش رح يصير له رح يعطينا دي يو ام بي تمام تمام انه اه نزعنا انهwnyメوس دي يو ام بي رح يعطينا دي يو دي بي تمام ا offensive اه نزعنا دي يو دي بي اي اه نزعنا منها اكسجين تمام اه صار عندي دي يو دي بي ، صار دي يو ام بي نزعنا مجموعة فوسفات منها وصارو rechts ديو ام دي اا بي. كونا الدي تي ام بي. الدي تي ام بي. نعطيها بتعطينا تي ام بي. تمام. هلا بهاي العملية بنحتاج لوجود التترو هايدرو فوليت. التترو هايدرو فوليت. بتصير داي هايدرو فوليت. بتعطينا مجموعة مثل للتيتي ام بي كمام هذا التفاعل بتم عن طريق انزيم اسمه الثايميدليت السنتيز اللي هو بصنع عنا الثايمين وهيك بنكون بصنعنا ثالث شي من البيريميدينز تمام فالثايمين كيف تتكون تتكون من ديريفيشن لما نصنع اليوراسل هلا اليوراسل دي دايفوسفيت بصله عدة تحولات اليوم ما حكينا عنهم عشان في الاخر يتحول للثايمين تمام تمام اذا هيك حكينا عن تصنيع كل واحدة من البيريميدينز هلا رح نحكي عن عملية العكس انه انا عندي بريريميدينز جاهزين وانا مش بحاجة لهم وهي عملية الكاتابوليزم اوف بريريميدينز هلا انا حشرح لكم عن واحدة فيهم وكل الباقيات يصيروا بنفس الخطوات بس ثانية هلا هنحكي عن اول شي انه اليوراسل احنا عكينا لما من نصنع اليوراسل هلا اليوراسل حكينا بقدر اكون سايتوسين منه صح؟ سايتوسين هلا بهاي هذه الطريقة بدي العكس لما بدنا نعمل كتبه لازم احنا انه السايتوسين يتكون بدنا نحوله اليوراسل تمام كيف منزع منه مجموعة امونيا فهي عملية انه حول السايتوسين لليوراسل هي عملية عكس هسا اليوراسل رح تصير له عملية نحتاج هون لوجود الناد في اج وجود اله بلس عشان تعطينا الناد بلس المهم هلا اليوراسل بصير له عملية تصير دكشن بعطينا ماذا اسمه؟ بيتاعلانين تمام؟ البيتاعلانين هاهي رح هذه طريقين اما من اذهب على منستخرجها باليوريا اي بتتحول او الناد طريقه ثانيه انه تتحول لاشي اسمه الكارنوسين او بتتحول ايش اسمه انسيرين طب نعرف شو هم من هدول اذا هل اراح احكي لكم اذا بيتا الانين نتجت من عملية الى اليورسيل ويا اما هادي البتا الانين تخرج عن طريق اليوريا او انها بتتحول ايش اسمه كارنوسين او انسيرين طب نتعرف شو هو الكارنوسين كارنوسين هي ميبتايد موليكو من امينو اسات بيتا الانين و هستادين فهي الكارنوسين هي اتحاد 2 امينو اسات واحدة منهم البيتا الانين اللي حكينا عنها و واحدة اسمها الهستادين طيب هدو اللهم بيكون موجودة هاي الكارنوسين بتكون عادة موجودة في المسل و موجودة في البرين تيشو ايش وظيفتها ممكن تعمل لنا كان يورو ترانزميتر و كمان بتكون سيستوليك بوفرينج ايجنت بتخزن فيها البوفرينج تمام؟ تمام فهذا الكارنوسين الانسرين هذا من وين بيتا الانين مع ما تحدث البيتا الانين مع المثل هستادين بيعطو لنا انسرين فحكينا عن الكاتابوليزم لمن للسيتوسين السيتوسين ببساطة بصر عملية تقوم بيوماتي تقوم بيوماتي تقوم بيوماتي البيتا الانين سهل لها العملية تتحدث مع هستادين و تصير فيها الكارنوسين او انسرين هاي العملية ان الكارنوسين او انسرين اذا زادت نسبتهم بالجسم تقوم بيوماتي مختلفة او انهم مش مطالب مش معنى يعني تمام هلا احنا حكينا عن الكاتابوليزم لمن للسيتوسين وحكينا عن الكاتابوليزم لمن لل اليوراسين هلا خلينا نحكي عن الثايمين هلا الثايمين عنا رح يصيره نفس شي عملية لانه منحتاج الناد بي اتش تعطينا نادب لست وبعدها شو صار صار في عنا اعطت مركب اسمه بيتا امينو بيوتريت امينو بيوتريت هلا لما اعطتنا هذا المركب هذا المركب سهل كثير بروح بالبردورية وخلصا اتخلصنا منه الثايمين كيف صارت ثايمين انه احنا عنا صار لها عملية اعطتنا هذا المركب اللي هو بيتا امينو ايزو بيوتريت نصينا ايزو هون هذا الاشي يخرج عن طريق اليوريا فهيك خلصنا من الثايمين تمام فنحكي على سريع كيف عملنا كاتابوليزم للبيرميدينز للسايتوسين تحولت لليوراسيل وبعدين حولناها لبيتا الانين وهي الخيارين حكينا عنهم بينما الثايمين لها طريق واحد وهو انها تتحول عن طريق عملية لبيتا امينو موازو بيتريت وهذا الاشي بيطلع عن طريق اليوريا تمام هلا الشغلة الاخيرة اللي راح نحكي عنها بهذا الفيديو اللي هي السالفش باثوي لمين لبيرميدينز هلا يعني احنا في اثناء عملية ديقريديشن بدنا نصنحها من اول طيب هلا احنا حكينا انو الامب لما بتصير عنا ادينوسين تمام والادينوسين تعطينا اينوسين وحكينا انو الاينوسين ممكن تعطينا اليوريدين تمام هلا اليوريدين هاي راح وصل انزيم معين راح تعطينا تمام فنركز شوي اذا احنا منحكي عم منحطم الامب منحطم في الادينين دخلنا شوي في البيورينز خليكم ممركزين هلا في عملية تحطيم الامب حكينا اوش منكون ادينوسين بعدين عندنا الاينوسين حيث الاينوسين بواسط انزيم اسمه اليوريدين فوسفوريليز وواسط سكر كمان نحتاج في العملية سكر اسمه رايبوز واحد فوسفيت بيعطيني اليوريدين الي هو هذا المركب هذا المركب اليوريدين راح يصيرنو عملية فسفرة بواسط اليوريدين كاينيز راح يعطي اتي بي ورح يصير في عندك اليو ام بي فهيك انا والاي ام بي عم تتحطم ايش سويت سويت يو ام بي تمام فخليكم ممركزين انو مثلا هسا في عملية تصنيه هون الكاتابوليزم فوليزم اف شو اف اا ادينين او اي ام بي تمام شو صار في عنا صار عنا عملية انو انا استخدم اا طريقة عم بيصير فيها الكاتابوليزم لحتى اصنع اشي تمام شو صنعت اليو ام بي او اليوريدين مونو فوسفي تمام اوك هيك بنكون خلصنا الكاتابوليزم للبيرميدين وحكينا عن طبعا احنا حكينا عن السالفج باثوي ل اليوريدين السايتوسين والثايمين بيصيروا تقريبا من نفس الطريقة بطريقة مشابهة وخلصنا كل شي علينا بهذا الفيديو ويعطيكم العافية زميلتكم ميسا حمرنا دعواتكم موسيقى موسيقى موسيقى